وكأنهم مخلوقات غير بشرية وهم تاج البشرية وكأن حكوماتهم بلاء عليهم وهي كذلك وكأن ثروات وطنهم سبب تعاستهم وهي السبب ولا شك المآسي التي يعيشونها والتي لا تنفك تضرب فوق أعناقهم ملت ولم يمل صانعها حروب ودمار وفساد وفقر وتهجير وتصفيات والنتائج كارثية هؤلاء هم العراقيون الشعب الذي علم البشرية الأبجدية وهو الشعب الذي شرع أول قانون على وجه الأرض شعب أقل ما يوصف به أنه عظيم لكن لحكامه أو لأغلبهم رأي آخر فهم لا يرون في شعبهم أكثر من بصمات إبهام توصلهم إلى عرش السلطات التي يمارسون أساليب الجحيم على رؤوس هذا الشعب المبروم المآسي أكثر من أن تسرد وهو الشعب العراقي يصارع أحدثها لوحده وباء كورونا المستجد فالمسؤولون قرروا أن يتبعوا سجيتهم السيئة مع شعبهم كما هم دائما ولسان حالهم يقول اذهب يا شعبي وقاتل كورونا إنا بنهب ثرواتك منشغلون موت بكورونا أو بغيره فهذه مشكلتك هذا هو واقع الحال في العراق المواطن مكلوم أو مظلوم والمسؤول ظالم أو ظلوم من يصدق أن وزير الصحة العراقي أرهق من كثرة المطالبات للحكومة بصرف نحو خمسة ملايين دولار فقط لمواجهة وباء كورونا القاتل ومن يصدق أن الحكومة لم تكلف نفسها حتى عناء الرد أو الرفض ومن يصدق أن حكومة العراق التي تتجاوز إراداتها النفطية وحدها المئة مليون دولار يوميا عجزة عن توفير خمسة ملايين دولار كورونا القاتل يحصد أرواح عشرات العراقيين حتى اللحظة ويتمترس في أجساد المئات ويدخل العراق من كل المنافذ والحدود المفتوحة على مصراعيها وينشر الرعب في كل ربوع العراق وهو يعلم علم اليقين أن ردود أفعال الحكومة تجاه شعبها من صمت وإهمال ولا مبالاة هي الأمر الأكثر رعبا بالنسبة للعراقيين وها هم العراقيون وبعد يأس مطلق من حكومات ومسؤولين تخلوا عنهم ها هم يواجهون كورونا كما واجه الفاسدين والسراق من قبل ويقينهم مطلق لا تشكيك فيه ولا لبس أنهم منتصرون